اشتركوا في القناة عنوان اللقاء دعاء للصحة وعدم المرض بتقول ايه اقول دعاء للصحة وليس هذا الدعاء دعاء عام مستنبط من الكتاب والسنة زي ما في بعض اللقاءات بنعملها طبعا لا منع لا منع ان تدعو بما يحلو لك ان تدعو بما يحلو لك وعلى حسب حالتك لكن النهاردة عندنا حديث نتعلم منه ان هناك دعاء للصحة وعدم المرض الحديث رواه ابو داود وسنده حسن بفضل الله من حديث عبد الرحمن بن ابي بكرة وبكرة بالتيه المربوطة ده بخلاف ابو بكر الصديق يعني دا اسمه عبد الرحمن بن ابي بكرة بخلاف ابو بكر الصديق يقول كان يقول لابيه يا ابتي مين عبد الرحمن بن ابي بكرة بيقول لابو يا ابتي اني اسمعك في كل غدا يعني في كل صباح بسمعك وانت بتدعو بيدعو بيبقى كان يقول اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي عبد الرحمن بيقول لابيه انا بسمعك في كل صباح بتقول الدعاء ده الدعاء له تكملة اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا اله الا انت وكان يقولها ثلاثا حينما يصبح وحينما يمسي فرد عليه ابوه وقال له يا ابني اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن وانا احب ان استنى بسنته ونحن جميعا ورب الكعبة في امس الحاجة الى ان نستنى بسنة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ايها الاخ الكريم اياتها الاخت الكريمة حافظوا على سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كان معكم اخوكم اسماعيل الجعبير مفسر الاحلام تظلونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته